في اشعة تبقى على احمد ابو الفتوح ده مكسب على فكرة ابو الفتوح ده من اول يوم ظهر معنين الزمالك مرات امبل اخسر ان اندي الزمالك اعتقد ولا كان الانتاج وانه كان انتاج اعتقده وانه هو العيب جامل والعيب جامل جاي في الفترة اللي جاي امه هو جات له اصابة اه كاد مقواه كده في الانكل قدت ليه اه تورم انكل القدم اتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه يرجع تاني وقف على رجله العيب مميز جدا جدا حقيقة حابقى فيه مستقبل نادي زمالك الفترة اللي جاية ومش حيفكر في ايه بكات ليفت غيره مش حيفكر في ايه بكات ليفت غيره وربنا يكرمنا بيه كمان في منتخبنا الاول حيفرق معانا احنا محتاجين حقيقة في المركز ده عندنا ضعف جامد هو عنده استقلالية في الاداء بتاعه كده وما بيخافش عنده جرأة كده رغم انه سنه صغير جدا زمالك بالمناسبة طلب اعادة مباراة فريق اليد امام سبورتنج بعته خطاب للاتحاد المصري لكرة اليد طلبه فيه بعادة المباراة انه كان فيه لعيب المفروض انه كان تم الاعلان عن اقافه للتحقيق من قبل نادي يعني بقيت غير القرار وتم سماح ليه بخوض اللقاء وبالتالي نادي زمالك هو قدام حضراتكم السيد الاستاذ المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم تحية طيبة وبعد تقبل تحياتي وتحيات السيد رئيس النادي السيد عضا مجلس ادارة شخصهم الكريم نحيط سيداتكم علما باحداث مباراة الزمالك وسبورتنج المقامة في الاسكندرية يوم الجمعة الموافق 31-03-2017 حيث انه قد ورد الينا خطاب بالتحقيق مع اللاعب محمد رمضان وذلك اليوم السابق للمباراة الخميس الموافق 30-03-2017 وتم ابلاغنا يوم الجمعة الموافق 31-03-2017 الساعة اربعة من خلال الكابتن سعيد عبد المنعم تليفونيا ان اللاعب موقوف لحين التحقيق معه ولا يسمح له بالمشاركة في المباراة ثم تم ابلاغنا من خلال حكم من خلال حكام المباراة ذلك في تمام الساعة السادسة إلى خمس دقائق انهم تلقوا اتصالا تليفونيا لسماح بمشاركة اللاعب مع العلم انهم ابلاغون انهم تلقوا اتصالا تليفونيا اثناء قدومهم بالقطار الساعة الرابعة بعدم السماح للعب بالمشاركة عليه فانهم طالب باعدة المباراة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ده طلب نادي الزمالك باعدة مباراة سبورتنج بالمناسبة الزمالك باستعيد سند كمان لتدعيم فريق اليد قبل السوبر الافريقي واحد من اللاعبين المميزين جدا محمد سند لعب نادي نطور هاوس وصيف الدوري الاسباني سند حي لعب مع نادي الزمالك في السوبر الافريقي الموهل لكاس العالم مقام في اغادير بالمغرب يوم 12 امريل